تصير الجزائر نحو وثبة اقتصادية حقيقية بخطان ثابتا ومنحا تصعدي تجلت في الارقام والموشيرات الاقتصادية الاجابية المحققة في السنوات الاخيرة بفضل الارادة القوية للدولة في بناء اقتصاد حقيقي بعيدا عن ريع المحروقات وضمن هذا المسعى اشرف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بالمركز الدولي المؤتمرات عبداللطيف رحال على مراسم احتفالية الطبعة الاولى للوسام الشرفي للتصدير تحت شعار التزام انجازات وافاق التي تتضمن تكريم افضل المصدرين خلال السنوات الثلاث الاخيرة والتعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحروقات رئيس الجمهورية وفي كلمة الافتتاحية اكد ان الجزائر حققت انجازات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الاخيرة ضمن مقاربة جديدة تشجع المبادرة والتصدير وبهذه المناسبة كرم السيد الرئيس عددا من الشركات التي ولجت عالم التصدير وتمكنت من تحقيق نتائج مشجعة في الانتاج والتصدير حيث تم تكريم 14 مؤسسة منها مؤسسة ايريس التي حازت على الوسام الشرفي للتصدير الى جانب تكريم فرع لمؤسسة صفاكس كاحسن هيئة مرافقة للتصدير هذه الاحتفالية والتظاهرة الاقتصادية الهامة التي تنظمها وزارة التجارة وترقية الصادرات حضرها رئيس مجلس الامة صالح جوجين رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بغالي الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج ورئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق اول سعيد شنغريحة بالاضافة الى اعضاء الحكومة ومسؤولين سامينة في الدولة وكذل متعاملون الاقتصاديون وممثلوا جمعيات مهنية ومسيروا كبريات الشركات والمؤسسة الوطنية العمومية والخاصة زيرتوب اول قناة الكترونية